السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيديو هو تكملة لشرح درس أكلت يوم أكل الثور الأبيض قلنا سابقا أن هذا الدرس يتحدث لنا عن قصة المثل وهو أكلت يوم أكل الثور الأبيض ما قصة هذا المثل قصة هذا المثل يتحدث عن ثلاثة ثيران الثور الأبيض والأحمر والأسود هذه الثلاثة الثيران كانت تعيش في مرج واسع أي كانت تعيش في مرعة واسع فيه الكثير من العجب وكانت تعيش بأمان وسلام وكان يعيش أو يسكن بالقرب من هذه الثيران أسد وهذا الأسد كان يطمع أو كان يطمح وكان هدفه أن يقضي على هذه الثيران وأن يقوم بأكلها ولكنه لم يكن قادر على ذلك بسبب خوفه أن تجتمع عليه وتفترسه إذن هنا العدد يغلب أو يهزم القوة العدد يغلب أو يهزم القوة الأسد أقوى من الثور ولكن يوجد لدينا أسد واحد وثلاثة ثيران فهنا العدد سوف يهزم أو يغلب القوة طبعا الأسد لا يمكنه أن يقضي على هذه الثيران إلا إذا كانت منفردة أي إذا كان كل ثور لحاله أي بمعنى آخر أنه إذا كان كل ثور لحاله في هذه الحالة يستطيع الأسد أن يقضي على الثيران فقرر الأسد أن يلجأ إلى الحيلة ماذا نقصد بالحيلة؟ الحيلة وهي المكر أو الخداء فقرر أن يلجأ إلى هذه الحيلة ففي أحد الأيام جاء الأسد إلى المرعى فوجد الثورين الأسود والأحمر منفردين في المرعى فمباشرة وكأذن هو وجد الثورين الأسود والأحمر منفردين في المرعى أي لوحدهما والثور الأبيض خارج المرعى أي بعيدا عنهما فهنا اقترب مباشرة الأسد من الثور الأسود وهمز له أي تحدث معه بصوت منخفض وقال له بأن صديقك الثور الأبيض يجلب النظر أي أنه يلفت النظر أي أنه ملفت وأنه بمجرد ما جاء الصياد إلى المرعى مباشرة سوف يلتفت إلى اللون الأبيض فهنا سوف ينال أو يقضي عليكم الصياد واستخدم له أيضا سبب آخر ليقوم بإقناعه وقال له أن خيرات المرعى بدأت تقل خيرات المرعى العشب والخيرات التي في المرعى بدأت تقل أو تتناقص فأنا لو قمت بي لو خلصتكما منه لو خلصتكما من الثور الأبيض سوف تكفيكما سوف تكفيك أنت وأخاك الأحمر طبعا هنا وهكذا لم يزل به حتى أثرت فيه كلماته إذن هنا الثور الأسود تأثر بكلمات الأسد أو تأثر بالحجج أو الأسباب التي جاء بها الأسد ليقنع الثور الأسود فهنا اقتنع بكلام الثور الأسود اقتنع بكلام الأسد فوافق على ذلك ومباشرة فتك الأسد بالثور الأبيض أي مباشرة افترس الأسد الثور الأبيض أي أنه قام بأكله قام بالقضاء عليه فأقبل الأسد مرة أخرى أي أقبل بمعنى جاء أقبل بمعنى جاء الأسد طبعا جاء الأسد مرة أخرى للثور الأسود ومذكرا إياه بأن المرعى لواحد خير منه لاثنين إذن مرة أخرى جاء الأسد إلى الثور الأسود وقال له أن المرعى يكون لشخص واحد خيرا منه لاثنين أي أنه قال له إذا أنا خلصتك من الثور الأحمر سيبقى هذا المرعى لك وهذه الخيرة ستبقى لك وحدك إذن هنا جاء الأسد مرة أخرى ليقنع الثور الأسود أو لإقناع الثور الأسود أن يقوم بالقضاء على الثور الأحمر وجاء له بحجة أو سبب لإقناعه فقال له أن المرعى لواحد خير منه لاثنين يعني أنك أنت تكون المرعى إليك يعني أقنعه أنا لو قتلت أو افترست الثور الأحمر رح يصير المرعى إليك لحالك ورح تصير كل الخيرات إليك لوحدك طبعا هون الثور الأسود فكر بالموضوع واقتنع بكلام الأسد ووافق على كلام الأسد إذن جاء الأسد مرة أخرى إلى المرعى وقال للثور الأسود ما رأيك أن أخلصك من الثور الأحمر وأقنعه بسبب فقال له أنه لو أنا خلصتك من الثور الأحمر رح يصير المرعى إليك لحالك ورح تصير الخيرات إليك لحالك طبعا هون الثور الأسود اقتنع بكلام الأسد ووافق على ذلك فمباشرة ذهب الأسد وتخلص أو بمعنى تمكن أي بمعنى استطاعة تمكن بمعنى استطاعة من النيل من الثور الأحمر أي أنه استطاع أن يتخلص أو أن يفترس الثور الأحمر أي أنه قام بأكل الثور الأحمر طبعا تكملت هذه القصة ثم عاد الأسد بعد أيام إذن هنا قضى أو أكل الأسد الثور الأبيض وأيضا أكل الثور الأحمر فبقي المرعى لثور الأسود ولكن الأسد عاد بعد عدة أيام وفي عينيه نظرة فهمها الثور الأسود إذن هنا الأسد غدر بالثور الأسود إذن هنا الأسد استخدم الخداع والغدر فغدر بالثور الأسود فجاء أو عاد مرة أخرى بأ إلى المرعى وفي عينيه نظرة طبعا هذه النظرة فهمها مباشرة الثور الأسود فأدرك أي بمعنى عرفة أنه لاحق بصاحبيه إذن عندما جاء الأسد مرة أخرى إلى المرعى هنا أدرك أو عرف الثور الأسود أن الأسد قد غدر به وأنه لاحق بصاحبي أي أنه ملاقم مصير صاحبي أي أنه سوف يؤكل كما أكل صاحبيه إذن لاقى لاحق بصاحبي أي أنه سيلاقي أو ملاقم مصير صاحبي أي أنه سيؤكل كما أكل صاحبيه فمباشرة صاح الثور الأسود قائلا أكلت يوم أكل الثور الأبيض إذن صاح قائلا إذن هنا صاح قائلا أو صاح الثور الأسود وقال أكلت يوم أكل الثور الأبيض أي أنني جنيت على نفسي أو أنني جنيت على نفسي وأنني رضيت بأن أتعرض لا افتراس الأسد عندما وافقت أن يقوم بأكل الثور الأبيض إذن أنا جنيت على نفسي أو ذهبت بنفسي أو قدت نفسي إلى أو سقت نفسي إلى الهلاك أو سقت نفسي إلى الموت عندما وافقت أو عندما رضيت أن الأسد يقوم بأكل صديقي أو رفيقي الثور الأبيض إذن هذه هي قصة هذا المثل إذن عندما قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض أي أنني عندما وافقت الأسد أن يقوم بأكل الثور الأبيض فأنا هنا حكمت على نفسي بالهلاك إذن حكمت على نفسي بالهلاك إذن بالنسبة لأفكار وهي واحد حياة الثيران بأمن وأمان باجتماعهما أي كانت هذه الثيران تعيش في المرعى بأمن وأمان في اجتماعهما أي بمعنى أنهما عندما كان الثلاثة الثيران مع بعضهما البعض أي عندما كانوا مجتمعين في اتحادهما لم يستطع هذا الأسد رغم من قوة القضاء عليهم بالنسبة للفكرة الثانية وهي لجوء الأسد إلى الحيلة للقضاء على الثيران للقضاء على الثيران وتمكنهم بالحيلة من القضاء على الثور الأبيض والقضاء أيضا على الثور الأحمر بأسلوب الحيلة بالنسبة للفكرة الأخيرة وهي هلاك الثور الأسود بتخليه عن رفاقه إذن في اللحظة أو في الوقت الذي تخلى الثور الأسود فيه عن رفاقه فهو قاد نفسه أو ساق نفسه إلى الهلاك إذن فهو ساق نفسه إلى الهلاك عندما وافق الأسد في المرة الأولى أن يقوم بأكل الثور الأبيض ثم وافقه بأن يقوم بأكل الثور الأحمر طبعا يضرب هذا المثل في أن التفرق ضعف والاتحاد قوة فلو بقيت أثيرا مجتمعة ما نال منها الأسد إذن دائما عندما نكون يد واحدة عندما نكون متعاونين عندما نكون مجتمعين مع بعضنا البعض أو متحدين فهذا قوى لنا أما في التفرقة فهذا هو ضعف فالتفرقة هي دائما ضعف وكذلك أيضا بالنسبة للمجتمع عندما يكون المجتمع متحد متعاون فهو مجتمع قوي أما إذا كان هذا المجتمع مجتمع متفرق فسيكون هذا المجتمع ضعيف وسيسمح لأعدائه في القضاء عليه إذن يضرب هذا المثل في أن التفرقة ضعف وأن الاتحاد قوة فلو بقيت هذه الثيران مجتمعة ما نال منها الأسد عندما كانت هذه الثيران متحدة مجتمعة مع بعضها البعض فهي كانت قوية جدا وفي هذا الوقت لم يستطع أو كان الأسد غير قادر على القضاء عليها لأنها كانت متحدة فالاتحاد والقوة أو العدد أو الاتحاد دائما فيه قوة فعندما كانت هذه الثيران متحدة مجتمعة مع بعضها البعض لم يكن الأسد قادر على القضاء عليها أو النيل منها ولكن عندما أصبحت هنا التفرقة أو عندما وافق الثور الأسود على التفرقة فأصبحت هذه الثيران ضعيفة فهذا ساق إلى الهلاك وممكن أن يضرب هذا المثل في أنه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها أن الأسد حفر الحفرة للثور الأبيض وأيضا حفرة للثور الأحمر ولكنه بالنهاية لاقى نفس المصير أي أنه وقع في هذه الحفرة عندما وافق أو سمع كلام الأسد ووافقه بأن يقوم بالقضاء على أصدقائه وهو صديقيه الثور الأبيض والثور الأحمر فهو هنا حفر حفرة لأخي ولكن كان مصيره بالنهاية أنه وقع في هذه الحفرة وأيضا لمن وقع في شر عمله إذن هنا الثور الأسود فهو وقع في شر عمله ولكن الأهم من ذلك أو هذا المثل يستخدم أنه في الاتحاد قوة ما دمنا إذا كنا مجتمعين ومتحدين ومتعاونين فنحن هنا أقوية لا يستطيع أي أحد القضاء علينا ولكن بمجرد أن حصل تفرقة فمباشرة في الفرقة أو التفرقة سوف يكون هناك ضعف